وجه عدد من أهالي أسرى قطاع غزة خلال الوقفة التي نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين على الحدود الشرقية لقطاع غزة رسالة إلى عائلة الجندي الإسرائيلي شاول أرون المحتجز لدى حركة حماس في ذكرى ميلاده حيث أكد أهالي أسرى أنهم جاءوا لتوجيه رسالة إلى عائلة شاول في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اعتقال أبنائهم وسط ظروف صعبة هذه الفعلية تأتي في الوقت الذي تنظم فيه عائلة الجندي أرون شاول عيدا لميلادها على مشارف غزة وهي اختارت هذا المكان كونه أقرب نقطة أسرى منها هذا الجندي ونعتقد أن المكان الذي ينفذ منه الفعلية هو المكان الخاطئ كان من المفترض على العائلة أن تختار مكان مقر الحكومة الصهيونية التي تعيق إنجاز صفقة تبادل الأسرى أردنا أن يكون فعلية في نفس الوقت وبالتزامن لإصار رسالة للعالم أنه كما هناك أسرى جنود صهيينة للمقاومة الفلسطينية فأن هناك ألاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الصيونية منذ عوام طويلة ولم ينعموا على الأقل بلحظة حنان واحدة مع أبنائهم مع أطفالهم مع أبائهم وأمهاتهم أنا هنا جاي بالذات علشان اليوم هو بصادف عيد ميلاد الجندي الأسيرة اللي هنا عندنا في غزة شاء الأرون واليوم عيد ميلاده هم بيحتفلوا فيه اليهود فإحنا هنا جاينا عشان نحكيهم أنه إحنا موجودين هنا طوله إحنا موجودين على أرض غزة ما فيه لهم احتفالات ولا لهم فرحة وطوله أسرانا في سجون الاحتلال رح يضال ابنهم في سجننا هنا إلا لما طوله ابنهم طوله أسرانا مش شايفين الفضع ولا شايفين النور ابنهم مش رح يشوف لا الفضع ولا النور كما رفع الأهالي لافتة كتب عليها باللغتين العربية والعبرية يريدون عودة أبنائهم ونحن أيضا نريد عودة أبنائنا في ذات الوقت يعاني أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال من أوضاع إنسانية صعبة بالإضافة إلى الأخبار التي تؤكد على قصاوة المعاملة التي تشهدها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشار أن الجندي شاؤل أرون قد أسر في العشرين من يوليو حزيران من عام 2014 شرق مدينة غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطر